اشتركوا في القناة وكانت الخضراء كان يحكمها قيصر له مكانة عالية بين الملوك والشعوب لكن زوجته لم تنجب له البنين ولأنه كان يحبها كثيراً لم يتزوج غيرها ولم يظهر حسرته أمامها كانت بلاده كثيرة الخير وفيرة الخضرة والطير وكان يجرف بنفسه على شؤونها ويفتح أبوابه للناس للاستماع إلى مطالبهم ومع تقدمه في العمر ضعف جسده ولم يعد قادراً على تولي كل الأمور بنفسه فعين ثلاثة وزراء ممن يثق بهم ليتولوا إدارة شؤون البلاد على أن يطلعوه على أبرز قراراتهم ويمشوا على خطاه لكن ما تمناه القيصر من راحة ونعيم انقلب إلى قلق وندم فلقد راح الوزراء الثلاثة يتنافسون في الحصول على سلطة أكبر ومال أكثر وصار كل منهم يشكل آخر للقيصر ويدعي أنه المخلص الأمين ضاق القيصر بتصرفاتهم وفكر في سجنهم وتعيين آخرين مكانهم وكعادته استشار زوجته طراحت تناقشه ليصل إلى أفضل قرار وأثناء حوارهما سألته أتضمن إن جئت بغيرهم أن لا يتصرفوا مثلهم؟ طبع البشر هكذا حسد وطمع وأذى اقتنع القيصر بكلام زوجته وسألها عن اقتراحها ففكرت ثم قالت عليك اختيار رجل واحد تسلمه الإدارة يكون كبير الوزراء ويعين وزراء يساعدونه لأن المركبة التي يقودها الكثير من الملاحين تغرق في لمح العين تسأل القيصر بسرعة ومن أخطار؟ ليس سؤالا سهلا فهو ليس مجرد اختيار فالثلاثة لهم المكانة نفسها عند القيصر ولكل منهم حسناته وسيئاته احتارت زوجة القيصر مثلا لكنها طلبت منه الصبر لأنه قد يجد الحل بين لحظة وأخرى بقي القيصر مشهولا بهذه المسألة يبحث عن حل للمشكلة وذات يوم وبينما كان يتنقل في عرابته ساعة الغروب مر بحقول مزروعة بالقمح فأمره بإيقاف العربة ليتأمل منظر السنابل الذي يشفي القلوب رأى رجلا يشرف على عدد من العمال يحصدون السنابل حزم كل منهم سنابله ووضعها في عربة كبيرة فدفع الرجل لكل عامل بمقدار ما حصده من حمل رزمة سنابل كبيرة أعطاه كيس قمح كبير ومن حمل رزمة صغيرة أعطاه كيس قمح صغير قال في نفسه هذا بالفعل هو العدل كل إنسان يكافأ على مقدار جهده عاد القيصر من جولته وقد اختمرت فكرة في رأسه أخبر بها زوجته فأعجبتها وأثنت عليها اليوم التالي استدعى القيصر الوزراء الثلاثة وقدم إليهم ثلاث سلال كبيرة من القصب متشابهة ومتساوية قال لهم سيأخذ كل وزير منكم سلة وينزل إلى بستان القصر ويملأها لي بالفاكهة استغرب الوزراء وبدى عليهم العجب أيطلب منهم القيصر ترك شؤون وزاراتهم من أجل قطف الفاكهة والثمار لمن لا يطلب من البستاني هذا الطلاب هذا صحيح ماذا وراء هذا الطلاب يا تراه وماذا مع الوزراء جراه هل تعرفون خطة القيصر أم إيايا ستسألون فأنا لا أعرف أيضا وسوف أسأل الصندوق يقول الصندوق رغم علامات الدهشة والاستفهام إلا أن الوزراء الثلاثة لم يعترضوا بل حملوا السلالة وإلى البستان مضوا راح الوزير الأول يقطف الثمار بعناية ويختار أنضجها وإذا رأى ثمرة ناضجة عالية تسلق الشجرة كي يقطفها كما أنه رتب الفاكهة بذكاء فوضع الثمار السلبة كالتفاح والرمان في الأسفل والثمار الطرية كالخوخ والتوت في الأعلى هزئ الوزير الثاني من زميله الذي بالغ إلى هذا الحد وبذل هذا الجهد فراح يقطف أقرب الثمار إليه حتى لو كانت فجأة أو مهترئة كما أنه لم يرتب الفاكهة أو يهتم بالتقسيم بل توكل على طباخ القصر في الترتيب والتنظيم أما الوزير الثالث فقد سخر من الاثنين وقال لهما أتصدقان أن القيصر سينظر إلى ما في السلال إنه يسخر منا فقط أو يريد أن يشغلنا لسبب ما وهذا أكثر ما يقلقني أعتقد أن هناك مؤامرة تحاك ضدنا لذا كي لا أتأخر سأضع أي شيء في هذه السلة أي شيء وأسرع لأجلس على كرسي وزارته قبل أن يأخذه شخص آخر وهكذا راح الوزير الثالث يضع الأغصان اليابسة والأحجار والطراب في السلة وهرع مسرعا إلى القصر يسلم سلته ويمضي إلى وزارته توسط القيصر مجلسه ونادى الوزراء ليدخل مع سلالهم تقدم كل وزير ووضع سلته أمامه وانتظر أوامر القيصر وكلامه اقترب القيصر من سلة الوزير الأول وألقى نظرة إلى ترتيبها وجودة فاكهتها فشعر الوزيران الثاني والثالث بالخطر حولا الاعتدار وطلب السماح لهما بالعودة إلى البستان لكن القيصر استبقاهما وقال لم أطلب منكم القطاف من أجل أن أكل ما تقطفونه أنا لا أريد أن أعرف ما في السلال قد تنفس الوزير الثاني السعداء وانتفق صدر الثالث غرورا لأنه أخبر الوزيرين بهذا الكلام حين كانوا في البستان أضاف القيصر ما في سلة كل واحد هو نصيبه سيأخذ كل منكم سلته في حضنه لأنها ستكون زاده في سجنه جهزت عيون الوزراء الثلاثة وارتفعت دقات قلوبهم هزوا رؤوسهم غير مصدقين ما سمعوا فأعاد القيصر قوله سيسجن كل منكم في زنزانة مدة شهر ولا يكون معه إلا السلة يأكل منها حتى تنقض المهلة توتر الوزير الثاني وطلب إعطاءه مهلة ليجلب المزيد من الثمار الجيدة أما الوزير الثالث فصرخ وبك طالبا الرحمة ووعد أن يغطف أفضل الثمار لو أعطي فرصة أخرى لكن القيصر لم يسمع إليهم بل أمر حراسه بتنفيذ القرار وأخذ الوزراء الثلاثة إلى السجن وأن يضع كل منهم في زنزانة منفصلة جلس كل وزير في زنزانته ليس معه إلا سلته وراحوا يفكرون في نتيجة عملهم وفي طريقة إمضاء فترة سجنهم أما الوزير الأول فأكل أطيب الثمار ولم تمضي ليلة وهو جائع أو نادم والثاني عاش هذا الشهر في ضيق وتقطير فكان يأكل يوما ويصوم يوما لأن نصف ثماره كانت جيدة والأخرى لم تكن صالحة للأكل أما الثالث فبكى وندب حضه ولام نفسه نثر ما في سلته فلم يكن فيها شيء يؤكل تراب وصخور وأغصان يابسة صرخ واستغاث وذرف الدموع لكن أحدا لم يسمع بعد انقضاء الشهر عين القيصر الوزير الأول رئيساً للوزراء وطلب منه اختيار الوزراء ولكن بحكمة واعتدال وبالفعل اختارهم وفق اختبار الثمار والسلال وخفض القيصر رتبة الوزير الثاني إلى معاون وزير أما الثالث فما تجوعاً وضرب به المثل بين النساء والرجال وما زالت قصة الوزراء والسلال إلى اليوم مضرب الأمثال هذه حكاية من أجيال عن جدي حفظتها ولكم حكيتها وطار الطير تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر